هذا وتحظى السلطة التشريعية بدعم من قبل سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يعزز التنسيق والتعاون مع السلطة التنفيذية ويمثل دعم سموه للجهود الفاعلة التي تقوم بها السلطة نموذجا وطنيا مشرقا لروح الفريق الواحد الساعي لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة وتعزيز الإنجازات الزاخرة التي حققتها مملكة البحرين على كافة الصعود رؤية رفيعة المستوى نحو تعزيز مسيرة التعاون والتنمية والإنجاز والعمل الوطني تؤكدها توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للسلطتين التنفيذية والتشريعية بمواصلة الجهود الحكومية والنيابية بشكل مضاعف من أجل الوصول للأهداف المنشودة لمملكة البحرين ولطالما عبرت رؤية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الداعية للعمل بروح الفريق الواحد معالم الطريق المستنير لخدمة الوطن والمواطن وترسيخا لدولة القانون والمؤسسات وفق ثوابت ومبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والعمل سوية من أجل تحمل المسؤولية التاريخية وأداء الأمانة الوطنية والسعي لتحقيق مبادئ وتوجهات رؤية البحرين 2030 وجعل المواطن البحريني محور التدمية في كل الأعمال والجهود تحقيقا لتطلعات المواطنين سنستمر في تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية وتطويرها من خلال تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية بالإضافة إلى زيادة المبادرات بالتعاون وإسهامات الجميع لترسيخ قيم الوسطية والتسامح وحماية المجتمع من كافة أشكال العنو والتطر لتعزيز تماسك نسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية لتكون من الركائز والسمات الدائمة لمجتمعنا يشكل التعاون المستمر الذي يقوده سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع السلطة التشريعية تحقيقا لتطلعات المواطنين واستمرارا في تنفيذ البرامج والمشاريع الحكومية وتطويرها وزيادة المبادرات بتعاون وإسهامات الجميع دعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للسلطة التشريعية عززه التعاون الفاعل والعمل البناء وتعزيز المبادئ التي ترتكز عليها مساعي التطوير وممارسة الدور التشريعي والرقابي حفاظا على منجزات ومكتسبات الوطن وحماية الحقوق وأداء الواجبات وتعزيز البيئة التنافسية العادلة وتطوير كافة المجالات والقطاعات التنموية والمستدامة وفق روح فريق العمل الواحد فريق البحرين